أهلاً بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي فقرة تريند الأهلي فيها كلام مهم جداً اللي هو متعلق بقى بالسوشيال ميديا واللي كتب على الأهلي خلال الساعات الأخيرة أول حاجة معنا الصفحة الرسمية للنادي الأهلي كتبوا إن خطوة على الحلم قاتلوا من أجل جماهرنا أفريقيا يا أهلي لسه كمان مع الحساب الرسمي للنادي الأهلي وعلى إنستجرام نشروا صورة لحراس مرمى النادي الأهلي الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير وكتبوا جمهوركم بناديكم اصنعوا المجد بأيديكم طيب كمان من الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي كلام مهم جداً وصورة طبعاً معبرة عن بيتسو موسيماني صورة طبعاً على الفيسبوك صورة كاريكاتير لبيتسو موسيماني مع لعبيه بيعطيهم التعليمات النهائية قبل المباراة وهاشتاج إفريقيا يا أهلي وكمان التسعة يا موسيماني النجمة التسعة يا موسيماني كمان معنا من يلا كورة صفحة يلا كورة عملت جرافيك كويس جداً ورائع ما بين اتنين لعبة حسين الشاحات ولاعب من نادي زمالك نحو صراع الفوز باللقب دورة أبطال إفريقيا ومكتوب مغامرة واحدة أخيرة تبقت لفق أسر الأميرة الإفريقية فمن سينجح في الفوز بها كمان معنا من صفحة تافل جول على السوشيال ميديا ممكن رسالة طيبة جداً ونتتكلم بقى هنا في رسالة قريبة لقلوب الأهلوية النهاردة 27 نوفمبر 2020 رسالة قريبة لقلوب الأهلوية وجدها بيت سو موسيماني في يوم السابع والعشرين في نتيجته قبل الليلة المرتقبة معنا الصورة وانت بتفتح النتيجة النهاردة وبتغير اليوم تاريخ 27 نوفمبر الحكمة بتاعت النهاردة لن أغادر اليوم حزيناً دعوة للتفاؤل إن إن شاء الله بيت سو موسيماني ولعب النادي الأهلي لن يغادروا ملعب المباراة اليوم إن شاء الله إلا ويكونوا فائزين بدور أبطال إفريقيا بإذن الله كمان من السوشيال ميديا صفحة دور أبطال إفريقيا الاتحاد الإفريقي لقرة القدم حساب الرسمي للكاف على تويتر نشر فيديو عن أبرز لحظات الأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية وجماهير الفريقين طبعاً كتبوا مباراة نهائية واحدة فريقان بطل واحد هي لحظات تاريخية ما بين الخمسة دور أبطال مع الزمالك وتمانية دور أبطال مع النادي الأهلي لكن لحظات تاريخية من أجل الفوز بالأميرة الإفريقية إن شاء الله بإذن الله تكون بطولة تضاف إلى رسيد بطولات النادي الأهلي لسه مكملين معاكم من خلال صفحات السوشيال ميديا وكمان عندنا كلام مهم جداً لكن من الحساب الرسمي للإتحاد الدولي فيفا بالعربي طبعاً كتبوا على تويتر قالوا الزمالك والأهلي الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المقرمة مكان المباراة تادي القاهرة الدولي من سيفوز بنهاء دور أبطال إفريقيا خالص التمنيات بنهاء ممتع للجماهير وحظ سعيد للفريقين الكبيرين إن شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي طيب بيكملين مع بعض برضو ويمكن صفحة الاتحاد الرياضي الإماراتي طبعاً الاتحاد الرياضي الإماراتي من المؤسسات الإعلامية الكبيرة جداً في الإمارات العربية المتحدة بصراحة عمل شغل مميز جداً ورائع عبر السوشيال ميديا خلال الفترات الأخيرة النهاردة كان فيه فيديو مميز جداً عن التالت شمال بتنتظر لقب الأبطال الأهلي فارس إفريقيا الأول صاحب التاريخ الرائع يبحث عن اللقب التاسع بدوافع تحطيم الأرقام كما اعتاد في سابق الأعوام الكل خلف لونه واحد من أجل أن تغير إفريقيا أسمها إلى القرى الحمراء تحية بالتأكيد لكل فريق العمل صانع هذا المحتوى الرائع صانع هذا التقرير المتميز من التالت شمال منبع الرجال بطولة الأبطال إن شاء الله عندنا تفاصيل كتيرة ولكن بعد الفصل